بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وحمد الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين قناة عارب قنو لينكس معكم المجيد اليوم شو هنتكلم معنا وشو هسيشوي خلي اعطيكم فكرة وشي طبعا احنا راح نتكلم معنا اللي هو الشيل سكريبتنج البرمجة حق الشيل سكريبتنج بليش اخترت الشيل سكريبتنج انا قبل سألتكم هل تابون بي اتش بي او تابون شيل سكريبتنج في نسبة حلوة وكبيرة راحة للبي اتش بي اساسا لكن البي اتش بي مدعوم عربيا كثير وما بتخصص قناتي ايضا اللي هو الشيل سكريبتنج راح يفيدنا احنا بشكل كبير احنا كمستخدمين لينكس عرب راح نتبادل الخبرات مع بعض هذا اذا تبادل الخبرات مع بعض عشان هالشي انا راح اتكلم عن اللي هو الباش سكريبتنج او الشيل سكريبتنج خلكم معي خلونا نشوف اش راح نسوي هدف السلسلة الجاية من الدروس هي انك تطلع مبرمج شيل سكريبتنج طبعا الشيل سكريبتنج مهبول مليام وميزات وخصائص لكن خلوكم معي خلونا نشوف وش هو متعرف عليه وناخذ بمثلة امثلة بسيطة ان شاء الله سعالة مرحبا بكم الان راح تكلم لكم بالبداية عن طريقة الشارع راح نتابعها طبعا راح نتبع الطريقة هذه انه فيها بلجة هذه هنا مستند نص اكتبهم بلاحظات بحيث انه بعض النصوص الانجليزية ما تخطون بالكتابة ايضا فيه تحت اللي هي الطرفية راح تكون مفتوحة دائما طبعا هذه الطرفية اللي تحت تمام ما بلازم حطب له نسود هذه هي الطرفية اوكي خلونا اول شيء نتعرف على اللي هو الشل ايش هو الشل تمام الشل هو الهذه الاسات الروامر ان تفتحوا تكتبوا طبعا بتكلم ببساطة جدا حتى الجميع يفهم هذا هو الشل تمام احنا ليش نبي نتكلم عن الشل تمام او ليش نبي نسوي برمجة شل او ايش يفيدنا الشل اول شيء الشل بصراحة فيه حاجات حلوة اول حاجة انك ممكن تسوي لك ادوات الخاصة بك بنظامك انت تمام ما بالك لو كنت مدير سيرفر راح يدعمك اللي هو الشل بشكل كبير لكن هذا واحدة من اشياء اشياء الثاني انه تنفذ مهام تلقائية حلو اشياء الثالث انه فيه مهام ممكن انك طبع همهام موجودة بالنظام بس ممكن انك تغيره تكون بطريقتك الخاصة تشتغل في حيث انه مثلا لما نسوي عملية معينة النظام بدلا من انه مثلا انت نحفظ مكان فلاني انت تسوي لك ملف انه يغير العملية هذه وانه تروح ترجع تنحفظ مكان فلاني مثلا ايضا ممكن تسوي تطبيقات بسيطة امثلة ممكن انك تاخذة او ممكن انك تسوي على اللي هو الشل سكريبتينق طبعا المثلة الذي بحثت عنه بالانترنت حيث اني اقدر وافيدكم اكثر تمام ممكن انك تسوي شاشة نظام شاشة مراقبة النظام عندك حلو ممكن انك تسوي بيانات النسخ بيانات نسخ احتياطي يومي مستمر مثلا او كل ساعة او كل ساعتين وتكلمت عن هذا سابقا انه شون تسوي نسخ احتياطيين ملفاتك تمام ممكن ايضا تشوف وشو المهمات اللي هي مستهلك النظام عندك لو لاحظت انه مثلا نظام اقصاب ثقيل ممكن تسوي ملف شل الفائدة منه انه يبحث عن المهمات اللي يسويها تعطي للنظام ويسكر المهمات ايضا ايش عندنا عندنا اللي هو ممكن انك من خلال ملف شل معين تدخل على النظام اي نظام كان وتسوي قائمة بالمستخدمين المتصلين بالنظام تعرف منه المتصل بالنظام حاليا تمام من الاشياء الثاني ايضا انه ممكن لو كان عندك سيرفر حتى لو كان عندك اي بي تمام عفوا اي بي كمبيوتر عادي تشوف شخص معين حاول يتصل اكثر ومر بالنظام حقك تبحث عنه تسوي له حضر داخل السيرفر هذا وداخل النظام تمام ايضا فيه حاجات متقدمة شوي مثلا اللي هي تحميل اخبار او تحميل روابط ار اس اس اذا انتم تعرفونها اخبار ار اس اس تمام الاخبار ار اس اس هي مثلا لو عندك صحيفة معينة تعطيك اخبار معينة ممكن انك نخلو لما نفشل تقرأ الاخبار هذه تمام ايضا فيه عندك حاجة ثانية اللي هي مثلا لو كان عندك دومين معين دومين اللي هو رابط الموقع فممكن انك تتابع اللي هو متى رح ينتهي بشكل يومي الطرفية تفتا تسوي لها مهمة وتقول لك انه باقي هذا يوم باقي هذا يوم تعطيك تنبيهاتها ممكن تخلي الطرفية ترسلك ايميلات ايضا اوكي في كل لغة برمجة فيه مميزات وسلبيات اوكي المميزات اللي هو الشل او الشل سكريبتينج اول حاجة انه بسيط جدا ممكن تنفذ باي مكان اشياء ثانية انه سريع اللي هو سريع تنفيذه وعمل برمجة له اشياء ثالث انه يحفظ وقت كثير لما انك تسوي ملف شل فيه مهمات كثيرة يحفظ لك وقت كبير ايضا انه فيه مهمات القرائية لكن احنا خلونا نعرف اساسا احنا ايش هو ملف شل يعني ايش موجود داخل ملف شل ايش الفائدة منه خلناخذك هاو اول شي ايش 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 اذا الفائدة منه ملف شل انه اقدر اعرف لكم ايها ببساطة انه عبارة عن عدة مهام او عدة اسطر طرفية تتنفذ بشكل معين حسب رأي او فكرتها المبارمج فمثلا ممكن انك تسوي ملف شل طبعا ملف شل بسيط جدا فملف شل واحدة من اوامر اللي ممكن تجا تلقاب ملف شل الامر ديت طبعا خلوق الامر ديت الان لو كتبتهانت بالطرفية وضغط وتنفذ راح ويضلك تاريخ اليوم تمام ايضا فيه امر ثاني لي هو مثلا تلمس صحاسا انتقال الى مجلدات معينة تمام فمثلا نسوي ملف بايخ ما له قيمة اللي هو مثلا انه افتح ملف مثلا معين وشوف اذا كان تاريخ اليوم يساوي كذا ادخل الملف هذا ويساوبه العملية هذي فقط لكن الزيادة فيه الشهل انه فيه اوامر منطقية زي مثلا فالشغلات هذه اللي هو اذا كان كذا منفذ كذا اوكي انا اول شيء ايش هو اللي تحديدنا رح نتكلم عنه اي شهل رح نتكلم عنه احنا نتكلم عن شل الباش الباش طبعا يكتب بالشكل هذا ايش هو الباش الباش هو الشل الخاص بالقنو من وين جاء الشل او عفوا من وين جاء التسمية هذي فيه سابقا سابقا فيه شل كان اسمه بورن بورن شل الباش هو تطوير للبورن شل فتغير من اسم بورن اللي هو هذا بورن شل الى بورن اجين شل بس هذا هو بورن اجين شل تقريبا هي كأنه تحدي انو ترى يعني جاك بورن مرة ثانية اوكي هذه هي تسمية حقته المسؤولين عن مطورينه المسؤول الاول واحد كان اسمه فوكس اسمه براين جي فوكس تمام هذا هو الشخص اللي طلعه عام سبع وثمانين استمره الشخص الرئيسي المسؤول عن الباش يلين عام ثلاثة تسعين بعده جواحة ثانية اسمه تشك ريمي او تشت ريمي عفوا تشت ريمي هو اللي استلم المشروع حتى اليوم تمام ما في شي جديد انا ما ادى اذا كان في شي جديد او لا هادى المعلومات اللي انا اعارفها الا ايش فيه بالشل او ايش عنا ممكن نستفيد من الشل او ايش هو الشل او عفوا الباش تمام اول حاجة لازم تعرف ان الباش الوصول له عن طريق لوحة الفتيح فقط تنفيذه عن طريق لوحة الفتيح فقط طبعا اذا كان عندك طرفية زي ما انت بلينكس وهذا الشي اللي مهم طبعا احنا كمستخدمين لينكس او قنو لينكس تمام نعرف انه في شي اسمه تيربنا لغيرنا ما يعرفه تمام الا مستخدمين الماك نادراً إذا كان مستخدم الماك خبير بينما ما يوجد لأن الغلبية شارعين الماك علشان استعرضون الحين تبقى تصير حاربية الله يعين بس طيب حين نقلنا الواحة تنفتح فقط الباش أيضاً هذا اللي هو لغة البرمجة أو باش الشل هذا هو الافتراضي بلينكس لازم تعرفون أنه أساساً هو موجود بلينكس طيب أنا كيف أعرف هل أنا عندي باش أو ما عندي باش ممكن تكتب بالطرفية cat etc shells بالشكل هذا ضغط انتر راح يظهر لك أنه حنا نستخدم shell اللي هو sh حق يونكس تمام وعندنا الباش تمام طبعاً اليونكس مش شبيه جداً باللينكس تمام اليونكس ما نقول مبني عليه هو مثل اليونكس تمام خطأ أنك تقول مبني على يونكس تمام المتوافق طبعاً هو مع اليونكس الباش فلما تنفذ ملفات معينة ممكن الملفات هذه تأخذها وتنفذها بنظام يونكس أو نظام مبني على يونكس مثل freebsd مثلاً أو الماك وتشتغل تمام لازم تعرف أنه هو الافتراضي بلينكس ومع هذا بالمناسبة هو أساساً يشتغل على يونكس ويشتغل على ميكرسوفت دوس تمام اللي هو الباش تمام وعيضاً يشتغل على OS 2 وأيضاً يشتغل على هذا وش هو هذا اللي هو الوندوز تمام طبعاً لأن الوندوز أساساً فيه أفكار كثيرة وفيه ناس تقول أنه أساساً بني على يونكس أوكي إيش هي أنواع الأوامر اللي موجودة بالباش تمام فيه الياسز طيب الياسز زي ما قلت لكم أنه اختصار الأوامر تمام أو بديلة الأوامر أوكي الياسز هذه ممكن بعضكم تعرف عليها لأنه مؤخراً صارت تستخدم كثير بواقع انترنت لكن خلو نعطيكم مثال عن الياسز الياسز مثلاً لو عندك أمر زي هذا sodo apt-get install gimp طبعاً هذا أمر تنزيل برنامج gimp على اللي هو واحدة من توزيعات دبيان ابونتو أو انتو وغيرها تماماً حسناً تختصر أمر معين ممكن تكتب الياس يساوي عفواً الياس مثلاً in gimp مثلاً اللي هو install gimp يساوي تكتب sodo apt-get install gimp أوكي فأنت مرة ثانية إذا حابت تنزل gimp ممكن تكتب in gimp بالطرفية وخلاص بدأ من أنك تكتب sodo apt-get install gimp طبعاً الأمر هذا غير عملي فعشان تسوي الياس عملي ممكن أنك تلغي الـ gimp اسم الـ gimp من هنا تمام فممكن أنك تسوي الياس عملي بالشكل هذا مثلاً تكتب in install اختصر install تكتب sodo apt-get install install تمام بحيث أنك مؤخراً تقدر استفيد من الأمر هذا بحاجات ثانية بدأ من أنك تكتب sodo apt-get install gimp فقط فممكنك تكتب in s genie فأنتنزل برنامج جيني هذا هو الـ alias أيضاً فيه اللي هن الـ keywords الـ keywords اللي هن عبارة عن معروفات بكل لغات البرمجة اللي هن مفاتيح مفاتيح زي ايش مثلاً f زي الأمر f مثلاً واشتغلات هذه هذه مفاتيح موجودة بلغات البرمجة تمام فيه أوامر built-in الـ built-in اللي هن أوامر حينه موجودة بالباش تمام مثل اللي هو هذا الأمر pwd هذا موجود أساساً بالنظام تمام فيه أوامر أيضاً خارجية جاية من ملفات تمام مثل الأمر date تمام هذا date موه built-in داخل الباش تمام طيب زي ما قلت لكم الباش طبعاً فيه نوعين من الأوامر النوع الأول اللي هو built-in والنوع الثاني اللي هو external أو خارجي إحنا شلون نعرف أنه الأمر هذا متابع النظام أو خارج اللي هو الباش طبعاً هذه الأساسيات لازم تعرفونها أوكي فأنت مثلاً إذا حاب تعرف هل الأمر مثلاً هذا ls type تكتب type وتكتب الأمر a ls فأنا لو نضغط enter الآن راح يقول لك أنه ls أنه موه بداخل النظام أنه ملف موجود بالuser bin والفائدة منه عاصل النظام طبعاً لكن إحنا نريد أن نرى أمر ثاني زي type history مثلاً history enter راح يقول لك history is a shell built in معنات أنه هذا داخل الشو نفسه حنا نفهم الآن أنه في ملفات خارجية تجي من الشل وين أماكن طبعاً موجود بأماكن كثيرة بالنظام ممكن تلقاه بالs bin ممكن تلقاه على اللي هو user عفواً user bin ممكن تلقاه على ال user s bin ممكن تلقاه على ال bin نفسه اللي هو binary تمام؟ بالشكل هذا عفواً ممكن تحصلوا على ال user lokal s عفواً bin فأنت عشان تعرف هو وين وأساساً ابحث عن ls بالشكل هذا type راح تعرف أنه نظامك مثلاً عنده بال bin ls فقط طبعاً فيه أوامر ثاني زي laeco اللي هو خاص بالطبعة هذا اللي عندنا اليوم مجرد بدايات معرفة للباش ايش هو الباش بالنهاية فيه بعض المعلومات اللي ضروري انك تعرفها تمام؟ اللي هو ايش هو الشلسي كريبت بالنهاية بحقول لكم حاجة بس الشلسي كريبت تحت رخصة اه قنو يفترض أننا جميعاً اللي هو نستخدم لخصة قنو ايش هي لخصة قنو؟ لخصة قنو اللي هي اه افتحها مفتوحة من أصدر ممكن المشاركة ممكن التعديل مع الاحتفاظ باسم الكاتب الأول فلما تفتح ملف شل معين تلقاه مثلاً شخص كاتب ملف شل مثلاً بغاية فهد مثلاً لا تقدر تسوي حركاته صغار وتروح تمسعه وتكتب بغاية أحمد تمام؟ لأن الطريقة هذه طريقة غير عملية تمام؟ في فلسفة يونيكس نعرف أنه في حاجات كثيرة من ضمن الأحشياء الموجودة في فلسفة يونيكس أن يقولك أصنع شيء صغير لكن أصنعه مذالي بحيث أنه يكون الشيء هذا ينفذ عمليةه تحديداً بالضبط طيب هم ليش؟ قالوا خلوا مثالي علشان غيرك يستفيد من العملية هذه فأنا كامو برمج شل ممكن أدخل الآن على موقع واحد معين مثلاً قاموا بحصل نسوي مثلاً شاشة نظام كاملة تمام؟ فممكن أخذ شاشة نظام هذه الكاملة حقاً تملفوا الشل وأدخلوا بالشل حقي مع الاحتفاظ بحقوق الشخص لا أحد يمسح حقوق أحد تراكم رفعت الضفاع عن تضغطي أنتم مبانتم التنظرون لا العرب بشكل عام يقوم يمسح ويقربط ولا في احترام الحقوق أحد تمام؟ لذلك دائماً أقول لكم شاركوا أعمالكم احترموا حقوق بعض بغير هالكلام ما راح نستفيد بشيء طيب إحنا وش يستفيدنا لما نكون مفتوح المصدر ومشاركة أنا بقولك حاجة في يوم من الأيام سويت شل سكريبت حلو؟ تركتوا بالكمبيوتر بل الإنترنت لكن سويتوا بشكل مثالي جاء واحد ثاني أخذ الملف هذا طور عليه جاء واحد ثالث أخذ وطور عليه طور 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 بالنهاية طال عندنا ملف شل سكريبت فكرته من اللي سواه رش خاص هذول إذا احتفظوا بالرخصة فلما تفتحوا بملف وشل تقول أنه تم برماجيته بالشكل هذا تم تعديله بالشكل هذا تم إضافة كذا ما فيه شي عادي لما تفتح ملف شل معين وتعدله ممكن أنك تكتب مثلاً edited by مثلاً عبد المجيب أو تكتب ملاحظات مثلاً عادي خذ راح تكتب على كيفك تمام؟ اكتب مثلاً أنه عبد المجيب مثلاً اللي هو أضاف مثلاً system monitor system monitor حلو؟ خلاص مبعيب عادي شاركوا ورجعاً شاركوا احترموا خصوصيات بعض احترموا شغل بعض خلونا نطلع من المتيجة بالنهاية ونشوف حنا وشقدرنا أننا نسوي تمام؟ أي شخص يبي شارك شي بس ينزلوا بموقع بالإنترنت وخلاص هذه هي المشاركة إلى هنا تقريباً انتهاء الدرس اليوم أتمنى لكم استفدتوا إن شاء الله فيه درس قريب جداً ممكن يكون اليوم ممكن يكون لا لذلك حاب أقول لكم إنه ممكن أن نزل أكثر من درس بيوم واحد بحيث أنه تكون الدروس مفصولة عن بعض الدروس القادمة ممتعة جداً خلقوا معي واستفيدوا قدر لنكامل هذي اللي يريد منكم بس إنه الواحد لا ينسان من الدعاء يعني دعوه لنا سيضاء حركات ويا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر